قال وزير داخلية الفرنسي شغا كولوم ان الشرطة اعتقلت شقيقين من اصل مصري كان يخططان لشن هجوم اما باستخدام متفاجرات او بمادة ريسين السامة المميتة اضف كولوم ان عملاء بالمخابرات الفرنسية اعترضوا اتصالات للرجلين على تطبيق تيليجرام للرسائل النصية المشفرة ويتعلق الامر بشابين من اصل مصري كان يعدن لهجوم وكانت لديهما ارشادات عن كيفية صنع سموم اساسها ريسين يذكر ان اكثر من 240 شخصا قتلوا في فرنسا خلال السنوات الثلاثة الماضية في هجامة نفذها متشددون